أما ما يجب على الأمة فهذه يعني ما يجري الآن في بيت المقدس هو ليس خاصاً بالفلسطينيين ولا بالمقدسيين وإنما هو قضية أمة قضية الأمة الإسلامية كلها قضية الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها عليهم أن يغضبوا لمقدساتهم أن يغضبوا لله ورسوله وينفروا خفافاً وثقالاً قال الله تعالى انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فعليهم أن يهبوا بكل ما يملكون صاحب السلطان بسلطانه ونفوذه ويفعل كل ما يقدر لنصرة المقدسات ونصرة فلسطين المقهورة المغلوبة من قبل الصهاينة والمجتمع الدولي كل صاحب سلطان ونفوذ من المسلمين في بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها واجب عليه واجب عيني عليه أن يفعل كل ما يقدر من الضغوط السياسية والدبلوماسية والعلاقات والله لو دولة من هذه الدول يعتدت عليه وعلى أحد من أولاده أو أهانتهم لا قاموا الدنيا ولم يقعدوها ولا سحبوا سفراءهم ولا استدعوهم ولا هددوا بقطع العلاقات وتوعدوا وزادوا ونقصوا ولكن عندما يعتد على مقدسات المسلمين وعلى المؤمنين الذين أوجب الله عليهم نصرتهم في الكتاب والسنة قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر والجهاد يتعين ويصل فرضعين إذا غزل عدو بلدا من بلاد المسلمين فكيف وهو يقتل المسلمين في القبلة الأولى للمسلمين في مسرى نبيهم في بيت المقدس هذا لا يرضي أحد ولا يرضي مسلم ولذلك كل من يملك شيئا لا بد أن يفعله فإن الله سيسأله عنه لماذا تركت الجهاد أمرتك بالنفير وقلت لك إلا تنفروا يعذوكم عذابا أليم أقام الحجة علينا ليس لمتخلف من غير عذر حجة عند الله سبحانه وتعالى